السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم من جديد في قناتي فيديو اليوم إن شاء الله رح أشارككم فيه جزء من رحلتي لأبها وكمان بعض الكافهات اللي زرتها ولأنصحكم تزورونها وبعد كل الأشياء اللي حسيت إن هناك حبيتها فيه أشياء صراحة كثير ما صورتها بس كانت رحلة جميلة أنصحكم جدا أنكم تزورون أبها لو لسه ما زرتوها طبعا كل الأشياء اللي موجودة هنا هي التوسيط الخاصة ويعني الأشياء اللي أنا خاصة فيني مو أراء الناس كلهم أو أشياء يعني تخص الناس كلهم ثاني شي قبل ما نبدأ المقطع طبعا لا تنسوه لو لسه مشتركتوا في القناة تشتركون وتدعموني بلايك لو عجبكم الفيديو وتنشرونه لكل أصحابكم ويلا خلوني نبدأ أول مكان بنصحكم تزورونه اللي هو مقهى توب هاوس أو كوخ القمة مرة مكان جميل الإطلالته حلوة القاعدات فيه حلوة حتى أكلهم والأشياء اللي عندهم يعني مرة لذيذة الكوفي حقهم لذيذ طلبنا سبانيش وطلبنا كمان اللي هو بستاشيولاتيه وهذا الحالة صراحة ننسي اسمه بس كان لذيذ مع الإطلالة مع كله وخصوصا الأجواء الحين مرة حلوة في أبها ضباب وكذا فاتخيلوا هذا المكان في هذه الأجواء مرة بيكون شي خيالي ترجمة نانسي قنقر ثاني مكان عندنا اللي هو دارك فانيلا تلاقون منه فرعين ما قدري إذا فيه فرع زيادة أو لا في هذا الفرع اللي هو في حديق المطار مرة جميل الإطلال اللي حقته مرة مرة حلوة وقعداته جميلة وفيه برضو فرع بالبوليفارد فممكن تروحون أي واحد من الاثنين اللاتي حقهم لذيذ القهوة حقتهم حلوة طعمة وكمان الحالة هذا عندهم لذيذ أو بس إن شاء الله يعني يعجبكم لو رحتوا لو رحتوا طبعا اكتبولي في التعليقات ولو قدرتوا أو وزرتوا أماكن ثانية تسوي نفس هذا الحلاء اكتبولي إيش رايكم فيه في البوليفارد اخترنا أوفردوز طبعا غني عن التعريف فموجودة في كثير أماكن وكان اختيارنا اللي هو Salted Caramel Spanish أتوقع شي زي كده اسمه وشي ثاني اخترنا مهيته أحس من الأشياء اللي ضروري تزورونها لو رحتوا لأبهى اللي هي المدينة العالية صراحة مرة حلوة فيها كثير كوفيهات ومطاعم كثير كثير متنوعة وكمان فيها مكان للأطفال ممكن يلعبون فيه الإطلالة حقتها جميلة فيها تلفريك فيها فعاليات يعني حلوة غير كده المكان مرة حلو ولازم تروحوا لبادري لأنه مشاء الله دائما زحمه وفل المكان مرة جميل احنا نتغدينه بمطعم بس صراحة ما صورت كانت إطلالته مرة جميلة اللي كانت على كده زي الحديقة خضرة ومكان مرة حلو فمرة مرة أنصحكم لو رحتوا أبهى انكم تزورون المدينة العالية ولو سبقوا زرتوها برضو اكتبولي تحت في التعليقات كيف كانت زيارتكم لها واش المطاعم اللي تنصحون فيها هناك برضو عشان الناس لو بتقرأت استفيد منكم سوق الثلاثاء الشعبي أتوقع اسمو كذا اللي مهمه انه هو مرة مكان حلو تقدرون تأخذون منه مثلا أشياء تذكارية أشياء تهدونها لأشخاص ممكن برضو لو تبغرونها ب burgers يستخدمونها مثلا زي اللي هي البهارات الا الطحين فيها اللي هي القدور الأشياء كثيرة مرة مرة كثيرة تقدرون تأخذونها حتى حقّة اللي هي الميفة خبز الميفة في كتر اشياء ممكن تاخذونها منه تقدرون تسبيدون منها بعدين انكم تستخدمونها فحلو انكم تزورونه وتشوفون حتى لو ما اشتريتوا ممكن بس تشوفون اشياء اللي يبيعونها هناك في نفس المنطقة طبعا من الاشياء اللي لازم اوصيكم فيها لو جيتوا ابها اللي هي خبز الميفة ضروري تجربونه لذيذ لذيذ خصوصا لم يكون حار اجيبو لكم معه مثلا جبنة سائلة او شي وحتى كذا الحاله مره طعمه لذيذ صراحة تلاقونه مثلا في حديقة اللي هي المشهد غالبا او اليوسف اتوقع اسمها كذا دايما فيها اشياء كثيرة تركات واشياء كثيرة برضو تقدرون تزورونها عندكم برضو شارع الفن وفي اماكن كثيرة صراحة ما صورتها معاني زرتها بس صورتها في سناب لو انتم متعبئين في سناب روحوا تابعوني الى هنا نكون وصلنا الاخر الفيديو اتمنى يا رب يكون عجبكم وتستفيدون منه طبعا لو عجبكم الفيديو لا تنسون تعليقات تحت تكتبون لي اي تعليق دايما اقرأ كل تعليقاتكم واحرص على اني ارود عليها كلها وطبعا طبعا لازم تكتبون لي او بضرورة تكتبون لي على تعليقاتكم على التصوير على المونتاج على الصوت عشان لو في اي شيء مو مرة بيرفكت احاول اني اعدله او اطور منه واتمنى يا رب ان يكون محتوي قاعد يعجبكم بشكل عام ولو عندكم اي اقتراحات للفيديوهات التانية اكتبوها لي في تعليقات وشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية الى اللقاء